الكهرباء مشكلة باتت أزلية ولا وجود لحلول لديمومتها والأسباب عدة أبرزها تكرار تفجير خطوط النقل من قبل الإرهاب كما لا يخلو ملف الطاقة الكهربائية من الفساد فتراكم المشاكل يعقد من حلها المشكلة مركبة يجب أن تكون هناك حلول حقيقية وليس حلول عبر الروتين عبر الوزارة عبر الإدارة المحلية عبر القيمة القامية القاز هذه كلها لا تخدم المواطن لا تخدم الشارع يجب أن تكون هناك محطة خاصة بكاركوك من أجل العبور إلى بر الأمان والانتهاء من هذه المشكلة التي يعتقد بأنها سوف لن يتم إيجاد الحلول لها مدام هناك أكثر من جهة تتدخل أو تريد أن تحل هذه المسألة عن طريقها سخط المواطن بسبب القطع المستمر للكهرباء لا سيما في لهيب هذا الصيف الحارق إضافة إلى ارتفاع سعر أمبير المولد الذي أثقى لكاهل المواطن في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة مدينة تطفو على بحر من النفط لكن واقعها لا يسر النظرين فالمنظومة الوطنية لا تجهز كاركوك بحصتها المقررة إضافة لعدم تجهيز المولدات بمادة القاز لتخفيض سعر الأمبير لقناة التغيير سعدون السلطان كاركوك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا